اشتركوا في القناة 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 في الوسط الأفريق دي في مصر، فبالتالي هي دي كلمة ضريبة اللي انت بتقولها كبير لأن انت النادي الأهلي معقول لك أهاب إيه؟ ما احترامك كل الأندية في الوطن العربي كله بس اسم النادي الأهلي تحس هي الحاجة اللي محلية البطولة، الحاجة الحلوة في البطولة النادي الأهلي يعني جمهيرة كبيرة في كل حت ما ينفعش بطولة مش فيها النادي الأهلي، ما ينفعش خلاص لكن هي للأسف جات السنة دي الظروف معكسة شوي وقال لك إصابات وبعدين خرجنا من أفريقيا، هنركز على بطولة عربية إن شاء الله في مباراة مهمة جدا بكرة إن شاء الله يا رب نعديها على خير وبكرة تعدي المباراة أعتقد هتلاقي فيه هدوء شوي لأن الناس الوقتي انت خرجت من أفريقيا، طب احنا الناس عايزة بطولة البطولة عربية بطولة كبيرة جدا وجواز مالية عالية قوي والنادي الأهلي لما إن شاء الله يفوز بالبطولة عربية، النادي الأهلي اسم كواس قوي وهتضف لك بطولة كلمة بطولة للنادي الأهلي وجماهيره إلى حد كبير يا أهاب بترايح شوية أه طبعا الحلم كان الأكبر أفريقيا طبعا وانا بكتسمع بتتكلم الوقتي لكن تيجي البطولة إن شاء الله عربية حاجة مش وحشة عندك كاس إن شاء الله عندك دوري إن شاء الله لبطولة محببة داخل في أفريقيا الجديدة يعني هنبص يا أهاب بنتكلم على كم الاستحقاقات كانت موجودة في النادي الأهلي وانت داخل بطولة أفريقيا تاني خلاص كمان شهر ولا حاجة طبعا شهر 11 يعني في الآخر الشهر ده في البطولة والضغوط بقى كبتن اللي موجودة يعني انت بتتكلم فيه كم من المباراة المؤجلة وعضغط منافسين بيقدوا بشكل كويس فالإنقاط بيزيد فكل دي ضغوط على عربة النادي الأهلي بص يا بص يا انت الشهرين دول انت في ضغط ما عداش على حد في النادي الأهلي بكده فعلى جيل في النادي الأهلي انت داخل في حرب وكروية داخل على بطولة قوية جدا الدور العام وعندك كم مباراة زي انت بتقول مؤجلات وما فيش وقت انك تريع وما فيش وقت انك تعالج مشكلة وما فيش وقت انك تضيع نقطة دي بقى ده الضغط الأكبر يا أهاب انت مفيش وقت عندك تضيع نقطة واحدة من كل المؤجلات دي عشان كذا انت بتقول ضغطات كتير قوي لكن زي بقول العيب النادي الأهلي والعيبة الكبيرة دي متعودة على ضغطات ما ايه يعني ضغطات طول عمرين عشين في ضغطات عشان دي الدريبة تدفع حضرتك ان انت نجمب في النادي الأهلي مطالبة بحاجات كتير قوي زي ما الحمد لله دايما اسمك كده معروف الى ما شاء الله ديك حاجات بتدفع لكن الحاجة الغريبة يا أهاب الفترة دي فترة فترة صعبة عن النادي الأهلي خليها ميجي نتكلم 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 بصراحة اه نتكلم بصراحة فترة صعبة في ايه انت حركت بطول أفريقيا اللي انت كنفتك تفوز بها ومركز كل تركزك عليها وخرجت بشكل لا يليك بالنجل خالص لا 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 اه 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 برا النادي جوه النادي لعقيبة كل حاجة مش هو ده النادي الأهلي ما نخرجش كده مع الاحترام الكامل طبعا لفريق التراجي لكن ما 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 فالوقتي خلاص خلقت بطول أفريقيا اللي هو اللي كان الحلم الأكبر اه خلاص ماشي صدمة وكده وفيه علاج ودائما الفرقة الكبيرة والانديها الكبيرة لما تحصل لك كبوة ما تنامش وتلالة خالص اطلع اطلع اكيد سبحان الله الغلط ده عشان تصحع حاجات تانية كارترون النهاردة قال احنا بنتعلم من أخطاقنا بالضبط وقال فيه أخطاء وبنعالجها وعالجنا بعض الأخطاء فأكيد الجهاز الفني شايف مكمن الخطورة والأخطاء فيه أكيد وزي أبو أقول لك أنا ما سمعتوش خالص ولكن ده أبو أقول لك الفرقة الكبيرة ما حصل حاجة اتعلم من أخطائك طول ما انت بتعلم من أخطائك انت تتبقى أحسن طول ما بتتعلم من أخطائك هتوصل للحاجة الأحسن مش يبقى الحاجة الأحسن أسكت لا لا خالص الزاكي اللي يتعلم من أخطائه أخطأت أخطأت بتغلط عشان تصلح بتقع تاني مش عشان تنام عشان توقف توقف وحشة تانية من رؤيتك ليه الفرقة في الفترة الفاتتة وضغط المباريات والإصابات هنعدي الجزئية دي ونخش فبعد الأخطاء اللي قدت لهزيمة النادي الأهلي لقب الأفريقي هتأبرز الأخطاء في فرقة الكرة الفترة الفاتتة إيه فنياً فنياً مفيش ترابط مش هو النادي الأهلي مفيش ترابط في النادي الأهلي مش مش شكل النادي الأهلي ده في حاجة كمام ويما ضعت من اللعبة في المباراة دي يمكن شتضغوط الخارجية كتعالية أو كلمت فيه أنا وإنت هنا حيثة الروح ما كتش هي الروح النادي الأهلي مش دول لا 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 في حاجة نقصة ممكن تبقى فنان وحش أهلي اه كويس يعني حيثة الروح دي ليه وعدد كبير من اللعبة دي عندهم الروح وقدوا قبل كده وشفناه بشكل كبير ولعبة كبار جداً وعندهم خبرات كتيرة جداً لكن اليوم ده كان يوم غريب على لعبة النادي الأهلي ها يوم غريب وبتحصل بس مشكلتها كان هي حصلت في النهائي حصلت في النهائي والشكل العام مالوش راجعة خلاص بالزبط أنا أقولك الشكل العام كمان وحش مفيش حد اللي بيحب النادي الأهلي اللي بيحب النادي الأهلي فعلاً من قلبه وبجد لما تحصل حاجة زي كده لا يقول يقول لا فيه غلط النادي الأهلي مش هو النادي الأهلي مش ده يعني مش مبرأة النهائية دي إنما ما بقى شايف الخطأ ولف ودول كده حالي لا لا خالص عشان تبقى كويس لازم تعالج أخطائه ففنياً لا ما كناش كويسين في المبرأة دي الروحك وحماسك مش موجودة وده دي بقى أنا عنت الاستفاهم اللي أنا بأتكلم فيها أنا مهامنش بقى فني فني مش فني دي ممكن بتحصل لكن دايماً ده نهائية تسعين دقيقة تبقى بطل أفريقيا بمرة التاسعة دي كانت غيبة وده لنا مش للي أجاب وده قلنا يوم يعني من كلام حركة يعني يوم وخلاص وعدة جهاز الفني يعالج الكلام ده ازاي؟ وعنده مباراة مباراة تساوي بطولة بالزبط النتيجة اللي اتعملت في مباراة الزهاب التعادل الإجابي بهدفين للوصل فبالتالي على ملعبه الأمور أفضل دي ازاي في الضغوط دي كلها وفي ظل الخروج الأفريقي جايز الفني هتتعامل؟ هو هتتعامل أولاً قبل ما يتتعامل فنياً نتعامل نفسياً نفسياً صدمة الخروج صدمة الخروج كتت مؤلمة جداً أهم وده اللي أنا كنت أعرفه عن كل اللعيب من بعد رجاءهم من تونس خدوا أجازة ثلاث يام وثلاث تام كتأجازة أنا متأكد أن أجازة سخيفة إنه ما فيش حد أكيد كل الناس قادة في بيوتها بيسمعها طبعاً رضو الأفعال سوشال ميديا طبعاً أكيد ما فيش حد ما فرحوا فكتأجازة بالنسبة لهم مش حلو لكن رجعه تاني نفسياً بسكتروا يتعامل كواس قوي تكلم خرج من البطولة الموضوع انتهى بدأ يفكر في الحاجة تانية الجاي صفحة أفريقيا أهاب اتقفلت مش هترجع لها تاني حتى لو خدت البطولة كده 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 تتقفل خلاص بحلوها مرة هي اتقفلت عشان انت مطالب ببطولة تانية هي اتقفلت بحاجة بأخطاء كتير لكن عندك وقت انك تعالج واللعيبة دي تعرف تعالج لعيبة كده كويس قوي داخل على البطولة زي ما بقولك أهاب هي بطولة عربية لكن بعد خروج من أفريقيا خدت اهتمام من اللعيبة وجماهير النادي الأهلي خوي جدا خوي والمبارة جاية في وقت زي ما قلت أهاب اتنين اتنين هنا نتيجة مش النادي الأهلي نتيجة اتنين هنا مع الواصل الواصل عمل مبارة ومتاجة واتكلمنا عليها هنا وانت هنا اتنين اتنين نتيجة مش في صالح النادي الأهلي مطالب انك تروح ان شاء الله وتصل الامراض ترجع بيه وساعتها قلنا من الطبيعة كابتن ان اللعيب يبقى بس على النطر الأفريقي وممكن ما يكونش ملاك تسمى وده طبيعي جدا بالضبط دائما هنتكلم هنا ايه قبل مباراة مهمة او بعد مباراة مهمة انا فاكر بتكلم ان انت بقولك نفسي نكسب مورد ترجي بس مش عايز استقبل هدف هدف بالنسبة لنا احنا وحش هنا بالنسبة لهم هيبقى عندهم دافع الناس كانت بتفكر في افريقيا وده طبيعي ياهاب مهما تحاول تخرج اللعيب من نهاية افريقيا مش هتقدر فخلاص خلقتم افريقيا يبقى عندك كل تركيزك الوقت ان شاء الله بكرا ان شاء الله مع الوصل ترجع ان شاء الله بفوز وتبدأ زهب وقولك انا فوز هتهدى الامور شواء كل ناس هتهدى كله هيهدى ويبقى يفكر فيه الكم المشاط المؤجل اللي انت مطالب ما تفقدش فيه نقطة عشان انت بتلعب على بطولة الدولة كان كابتن ربيع ياسين معاه مبارح وكنت بتكلم معاه في بعض الامور الفنية بس فيه امور لازم اعف معاها يعني لازم اتكلم فيها اما يكون النادي الاهلي بيقفل بشكل كويس جدا ولكن يبقى الاختلاق من العمك من الدفندرين والمساكين في بعض الاخطاء متكررة في الفترة اللي فاتت في وسط النادي الاهلي وفي خاطت فعال النادي الاهلي اخطاء كتواضحة لا واضحة عشان متكررة اخطاء واضحة وفعلة متكررة وزي بقولك المشكلة بالفترة اللي فاتت ايه دي الوقت عندك ومباراتك كتير انت مش قادر مش قادر يبع عندك وقت انك تصلع اخطاءك مش قادر مش لاقي الوقت ده انت منبرا المبرا منبرا المبرا اه فيه اخطاء بس كتلازم تتعالج ويتعالج بسرعة شوية والاخطاء دي بتحصل في ايه فرق في كل العيب العالم وكل فرق لكن زي بقولك الخطأ يتعالج بسرعة لكن ما يكررش كلام الاولكاب ترابية والكلام انتك بتتكلم فيه الوقتي تكرار الخطأ ودي الحاجة بقى العلاج انت استفهم تكرار خطأ في فرق كبيرة حاجة مش مقبولة لازم بقى فيه علاج وعلاج بسرعة شوية نعتقد مفيش حد هستحمل حاجة تحصل لفرقنا دي الاهلي تاني بمنتهى الصراحة كده مفيش حد هستحمل جاء ماهير اللي اهنا بتكلم عليها لا الناس كل ماهير اللي واقف معنا الحمد اللي واقف كويس قوي جاء ماهير بالعيبة قديمة اضارة بكل حاجة كل واقف كل واقف لاني من المنطق انه زي ما بقف جنبك وبفرح في الاوقات السعيدة والاوقات حلوة في الاوقات دي ووقات الشدة دي بالعكس الاول واحدة واقف في ظهرك زي ما معان مجلس اضارة مجلس دارة اول ناس واقفة ورا مسا كالترون ورا فريق هو ده الصح بما فيهم كانت رحمود الخطيب ربنا يشفيه وعفية رب ريح والف السلام لا واقف وامتابع وكل حاجة حد اخر لحظة في الوقت ان الحديث لو مسا كارترون اتغلب هيمشي من الناد الآن كلام كتير اوي كلام كتير كلام مضغوط كلام مضغوط وناس حطوا اجهازة كمان يعني انت متخيل كتبوا اجهازة وكل حاجة لكن كل ده كلام يعني عشان كابه اقولك مبارات بكرة تعديها اللي انت بتتكلف فيه ده هتلاقي كل الناس هدية خلاص فيه هدوها يحصن الناس يقولها الحمد لله وعدين او كده وتبدأ تبص للاخطاء اللي عندك بس ايه وانت هادي وانت فرحان دايما لما تيجي تعالج خطأ ما تعالجوش وانت مشدود وارفان و هتعالجو ازاي لسه قبل الحلقة كان فيه اهداف لك شايفها ومبراحل وشغالة على الهوى بتاعت المصري ودائما كورة النادي الاهلي عودناش على الكورة الطولية عودنا على الكورة الاسراء والباص والاستحواز هل غير كارتلون من طريقة اداء النادي الاهلي هاخد كلامك كله لكن عندي تقرير خليتنا نشوف تقرير مهم جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الاهلي من الامرات ونعود لنتواصل شكرا لك زميلي ابو الخطيب زميل محمد سعيد كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان استعدادات خاصة وقوية جدا طبعا لفريق النادي الاهلي في بطولة كأس زي الدالية الاندي الابطال الاهلي والاصل المرات ان شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الاهلي مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الاهلي لكن زي ما بنقول الكل على قلب رجل واحد بإذن الله نصعد من هنا من هذه المباراة الأدوار القادمة في البطولة العربية ينضمي لي كمان عضو مجل صدارة النادي الاهلي وأمين السندون مونز خلد رندالي برحب بيك طبعا خلب بيه في البداية وانا عارف ان فيه مجود كبير بيبزل من مجل صدارة النادي الاهلي توفير كل سبل ورحل فريق النادي الاهلي همينه كبير في الموضوع هذه المباراة نستطيع اللي أقدر بإذن الله يحسب هذه المباراة حابب تقولي في البداية عن الاستقبال وعن هذه المباراة خلب بيه طبعا في البداية بنشكر كل الشكر والتقدير لأهل الأمارات عامة وخاصة نادي الوصل الأمارات والقائمين على إدارة النادي الوصل حقيقة الاستقبال حافل من المطار لحد الترتيبات المعمولة كل حقيقة الحقيقة يعني ده اللي عهدنا به من شعب الأمارات وإخواننا وإحنا مش حاسين بغربة كل حاجة متيسرة فده طبعا أول حاجة وشكر واجب يعني نمرة اتنين بقى بالنسبة للمباراة المباراة بنقول احنا بعد مباراة الترجي يعني يجوز السقة اهتزت شوية في بعض اللعيبة الجمهور الآن على مستوى الفريق إنما مرينا بحاجات دي كتير ثقتنا كبيرة في لعبتنا المباراة دي حتكون بإذن الله نقطة التحول لاستعادة الثقة لأن مباراة مهمة بغض نظرة إنها بطولة مهمة وماديا ومعنويا وفيها منافسة كبيرة بكل الفرق الكبيرة اللي بتلعب فيها إنما احنا بنقول هي بالنسبة لنا كنادي أهلي نقطة التحول لاستعادة الثقة دي واللعيبة بقى يرجعوا منصورين يركزوا فقا لأنها عندنا مباراة مهمة كتير جاية سواء في الدورة أو في الكاس وبطولة أفريقيا هتبتدي تاني قريب جدا فكلها ضغط فلازم نهاردة اللعيبة تفهم إن المباراة دي مهمة مباراة استعادة الثقة قبل أي حاجة تعجي احنا مش بنقول عزاري خليب بي لكن مشاركة النادي الأهلي في أربع بطولات في الظل ضغط المباراة خلال الفترة المدادة من غيابات وإصابات والعيبة بيتم إيقافها ظروف محيطة يمكن مش عايزين التكلم عنها في مباراة تونس أمور كانت صعبة جدا بالنسبة لنادي الأهلي لكن جمهور النادي الأهلي ما بيبصش غير على المكسب لكن إداريا وفنيا أمور كانت صعبة جدا على ما أعتقد خلال الفترة المدادة بص هي طبعا إحنا ظروف اللي مرنا بها في مباراة ترجي وظروف عمرنا مرنا بها قبل كده ظروف صعبة جدا ظروف تحت ضغط كبير على اللعيبة وعلى الإدارة وعلى الجهاز الثاني على كل حاجة إنما برجع أقول إحنا ما تعودناش إن إحنا يبقى فيه شماعة للخطأ أو الغلط إحنا ما كناش موفقين فعلا في المباراة الأخيرة إنما إحنا مش ده مستوانة مستوانة الفعلي هيبان بكرة إن شاء الله وأنا عندي ثقة كبيرة أن يعني هنرجع إن شاء الله منصورين عشان كل محبي نادي الأهلي يبقى عارفين أن الأهلي لسه بخير الأهلي ما هتزش والأهلي لعبته كبار لعبته عندها خبرة وعندها روح الفنلة الحمرة فبإذن الله كده أنا متفائل بإن حنرضي كل من هو ينتابي للفنلة الحمرة أنا أدوم من صوت صوتك لأن تدريب الأمس كان فيه حماس كبير جدا للمستر باترس مع العابين نحمسهم بشكل كبير جدا نكلمهم على أهمية الفترة اللي جاية وأهمية كمان هذه المباراة واضح إن إمكان نادي الأهلي استعد من القاهرة ويمكن على الطريق الصحيح إن شاء الله خالب بي أنت خدت بالك مبارح في التمرين أول مرة أحس إن المدرب صوته عالي متنرفز الآن وأنا مفصول من كده بصراحة إن ده بيعكس قد إيه هو مهتم قد إيه اللعيبة تحت ضغط لازم يحسوا إن دي مباراة مهمة جدا فأنا مفصول جدا من التمرين المبارح والنهاردة عايز أولا كان المعسكر بادي من يوم تاني يوماتش الترجي يعني عارفين المباراة دي هي اللي هترجع لنا كل صيخاتنا المباراة دي مباراة مهمة جدا واللعيبة مروا بحاجات كتير قبل كده يعني هكذا عندنا نفس المباراة في تشيب تاون بتاع بوتسوانا إحنا كنا راحين كنا معانا نقطة واحدة يعني لو تعديلنا ما كناش هنكمل فالحقيقة كان الحماسة على اللعيبة نحنا كسبنا هناك على الأرض وكنا على فكرة اتعرضنا لضغوط كتيرة هناك برضو وكسبنا ورجعنا ووصلنا لأول المجموعة ورجعنا لعبنا فينال بعد ما كنا معانا نقطة واحدة في آخر المجموعة ولعبنا فينال قد ممكن تكسب فالنهاردة برضو أنا بقول إن شاء الله النهاردة رغم التعادل 2-2 إنما إحنا جادرين واللعيبة جاديرة بإنها تثبت إن دي أهلي لسه خوي ولعبته قبرتهم وأداءهم وانتمعهم لنادي الأهلي وهم مصورين إن شاء الله يعملوا نتيجة كويسة شكرا عشو ما تقولش عليك أكيد إحنا عارفين لعبت النادي الأهلي مش محتاج رسائل ومش محتاجة تحفيز لكن لابد إن أنا أخذ منك كلمات لبلعبت النادي الأهلي قبل هذه المباراة الهم جدا للاكيب بنتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة والله أنا عايز أقول لهم دي مباراة مصيرية وهي مباراة البطولة أنا أقول لهم دي مبارات البطولة سواء للدوري أو سواء للبطولة العربية إن شاء الله ألف شكرا كل شكر تأدير للمهانس خالد درندلي عدم كسارة النادي الأهلي وأمين الصندوق على هذه التصرحات إن شاء الله سيختنا كبيرة في كل لعب النادي الأهلي في الجهاز الفني بإذن الله النصر لنادي الأهلي إن شاء الله لعبت النادي الأهلي تبزل كل ما هو في وسعها من أجل هدية المباراة ومن أجل إسعاد كل جمهور النادي الأهلي في السمري معك كالعادة زميل إيهاب الخطيب زميل محمد سعيد ولقاءات خاصة هنا من ملعب نادي الواصل على شاشة قناة النادي الأهلي عودة لك زميل إيهاب عودة لك زميل محمد شكرا زميلي كريم أحمد يمكن تأرير مماز جدا مع الأستاذ خالد درندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات وقال مباراة فاصلة ومباراة صعبة جدا وردها تكون فاصلة في البطولة العربية وفي الدوري الممتاز هي فاصلة في حالتك الوقت نحنا كنا نتكلم فيها يعني خالد درندلي بتكلم على قلناها نتكلم من بداية الحالة وراء أهميتها بقت أهمية جمدة جدا الناس كلها وقت مستنية فيه أوقات كده مباريات بتيجي تقول لك مباراة هي اللي هتفوق الفريق دي اللي هتابعت شوائحة الضغوط هي دي مباراة دي هي جات لك بقى اللي هي المباراة الوصل مباراة صعبة نتيجة القاهرة هنا نتيجة بالنادي الأهلي غريبة شوية لكن النادي الوصل زيها بقول دايما قد مباراة ممتازة مطالب بكرا إن شاء الله تعمل مباراة كويسة ترجع فايس زي بقول لك مكسب بكرا اللي قاله كابتخياد ده عنده الوقتي هينسيك شوية بتخط أفريقيا شوية هيخليك تخش تلعب مرات دور العام وانت في نفس جديد بالضبط في روح جديد هشكي بقول لك مرات بكرا دي خدت أهمية مش طبعية يعني تحس نوة ده تحس خاصة أن انت مش حاسم من لا مش حاسم من القاهرة يعني كابتخياد قال لك دي أنا حاسم هي مرانة هائية هي مرانة هائية في نتجتها بالنسبة للناد الأهلي فوقان يحصل فوقان زي بقول لك أنا تحسر كده شوية هدوء شوية راحة الناس يتكلم كتير وضغطين أوه على الناد الأهلي وضغطين على العيبة الناد الأهلي وده طبيعي يعني بيحصل كتير أوه على فكرة اللي بيحاول يعالج أهاب واللي بيحاول يعني ايه يزود الأمور شوية لكن تدريباته جديع على العيبة الناد الأهلي لا الناد الأهلي مش جديع منها بس أكاب أنا حضرت تمرين أو قبل يعني كان قبل السفر بيوم لا الناس كلها مركزة الناس كلها حاسين إن في حاجة حصلت مش طبيعية حاسين إن جماهيرهم زعلان منهم حاسين إن في بطولة ضاعت كان نفسهم يجبوها كل الأحاسيس دي تبان في تدريبات النادي الأهل وتركيزهم لكن إن شاء الله ما أتمنى بقى كل التركيز ده وكل الأحاسيس الجوام دي وكل الروح اللي بيتكلم عليها كفت خالد دي إن شاء الله يكون يومهم في المدار إن شاء الله بقى يومهم ويأدوا براك وايسة مقنعة الجماهير كلها موجودة تذاكر كلها خلصت تماما تاخد بكرة حتى الأجواء في الملعب وبرى الملعب تحس إن انت في القاهرة هنا جماهيرك في كل حتة كبيرة جدا الأجواء في الإمارات حاجة ممتعة مش عايز أتكلم عن الاستبال إن الاستبال ده الشيء الطبيعي لأهل الإمارات بلدنا التانية فعلا زي بقولوا ما فيش أي مشكلة خالص المبارات كلها بكرة كل الحاجات كل ظروف الخارجية موجودة تقدي براك وايسة المهم بقى الوقت في التسعين ديالة طبعا بكرة إن شاء الله كابتن علاء يعني انت بتتفق ده مع الكلام اللي قاله الأسخار الدندري أمين سندون نادل آلي وأنها مباراة فعلا مصرية طبعا مسوقة لا يعني يعني كان بسمعنك اللي قال نفس الكلام يعني فعلا مباراة مصرية وغادة الأهمية دي أهاب على أساس الأيام اللي فاتت كلها اللي انت عدت بيها في طوط أفرخية والأجواء اللي حصلت قبل الفصل فاكر كنت بسألك ايه كنت بقولك الاستحواز دايما عند النادل آلي كان أكتر الكرة الطولية مش بتاعة النادل آلي هل مستر كراتلون غير في طريقة أدائك كرة في النادل آلي وفنيات النادل آلي ولا هي ظروف المرحلة بظروف بعض الإصابات وبالتالي ما عندكش لعبة لتأدي بطريقة لعبك فيه دايما كل مدير فني بيبقى عن طريقة لعبك واعتمد على بعض العناصر المهمة لتأديله الطريقة دي والتفكير ده اللي انت قول طبعا صح باليوم في المين بتيجي عليك أوقات الناس اللي بتأدي المهمة دي في الملعب مش موجودة ظروف إصابة ظروف أي حاجة تاني بتختلف الأداء بتاعك أو بيختلف بتختلف نتائجك انت بتضطر أوقات تعمل حاجات مش بتاعتك انت بس انت عشان عايز عدي مرحلة عايز عدي مرحلة دي زي بقولك مباراة بكرة مرحلة مهمة جدا انت عايز تعدي بكرة بأي شكل الأشكال عدي بكرة بأي حاجة وإن شاء الله بعد كده فيه ترتبات تانية فيه حاجات تانية فيه تفكير تاني فيه حاجات أجد اللي أحسن انك تدخل على كمان على بطولة مهمة جدا بطولة الدوري ومؤجلاتك الكتيرة وعندك برضو الحد اللي لم تكن فيها الوقت يا هاب إصابات وإصابات طويلة يعني انت عندك بكرة ناس غايبة مهمة جدا 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 في فرقتك لكن دايما بقول البديل نجم كبير وفرصة فرصة انك بوكل تثبت لعبة النادي الأهلي موجودة حتى بكل الأحوال البعض يعني شاكك في ميستر كارترولا أنا بتكلم معك بصراحة والبعض نسي ان ميستر كارترولا ما جيكا يلقى عنده نقطة وحيدة وكان مهدد من الخروج من البداية من المجموعة وانه ما يكملش وقده بشكل كويس يعني ايه اللي تغير رغم ان الراجل اللي عف صعوبات كبيرة جدا للراجل الجه الفرقة اللي عندها نقطة خلصت اول مجموعة يعني عملت علابة الترابيزة زي ما بيقولوا الاطغار النتائج اطغار النتائج في المباراة واحدة بس فلكن هل كل الحساب لا بس الحساب ده مش حساب مش حساب ادارة النادي الأهلي احنا محسابش بالقطع اها بالعكس بتشتغل في ظروف ممتازة وبيتسيبك خالص وبعدين في الحساب في الآخر لكن مش بالقطع يعني مش هقوله انت في الاول كنت هاي فانت برافو وشجعو ولو حصل حاجة لا لا انت وحش وغيرت الطريقة وغيرت الاداة وغيرت الهوية والشكلة خلص زي ما كان حصل حاجات كويسة وطبعا ادارة النادي الأهلي حتى ما قالتش حاجة عشان ده الطبيعي اهاب انت جاي مدير فني مع النادي الأهلي العظيم اكيد عشان نتائج كويسة واداة كويس حصل في الاول زي ما قلت تفضلت قلت في بطول افريقيا عندنا نقطة واحدة راجل قدر يعدي بيك ووصل بيك نهائي كل الكلام ده يحسب لما تحصل مباراة عبطولة عربية مع دوري بالزبط كل الكلام هدي كلها حاجات ضغطات كتير جيدة لك لما تحصل مباراة انا معاك اني مش قام مباراة دي بطولة فما ينفعش روح عمل مسح كل اللي عامل الرواح اعتقد المباراة للتحاد ما كانتش نقص خطر اتحاد سكنداري في الدوري اه بس هي المشكلة انت مش قادر تاخد نفس كده وتبدأ شوف الأخطاء بتاعتك ولعبتك كلها مش جاهزة بالزبط ولعبتك مش جاهزة عندك إصابات بص يا اهد انت مش قادر تجمع فرقتك وتبدأ تعالج ما عندكش وقت معبتك مصابة كلها مباراة المباراة المباراة المنتخب بس مش قادر عشان كيف يقولك هو محتاج وقت بس مش وقت عشان يحسن في حاجة وقت عشان يبدأ يشتغل على الأخطاء اللي فاتت في الكتيرة قوي الكتيرة قوي اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت اللي متشافه كويس قوي هو اكيد شايفه لكن هو عايز يعالج الأخطاء دي في وقت كويس يعني عدم معالجة الأخطاء بشكل سريع هذا لا يعني أن الجهاز الفني مش ياخد باله جهاز الفني يكون ياخد باله كويس جدا لكن أدوات علاجه مش مكتملة صح كده؟ خصان وقت الوقت يا أهم ما فيش وقت أساس ما عندكش الوقت لكن اللي أنا عارفه قبل المباراة مستكرتروا الجهاز ويتفرجوا على المباراة اللي هلعبوها بيتفرج بعد المباراة شوفه أخطاءه هو ويبدأ يكتبها يشوف كل حاجة بيسجلة بس الوقت اللي علاج إيه؟ هي دي مشكلة وعدين يا أهم أنا بقولك الفترة اللي فاتت فترة مش حالة في الناد الأهل كانت نتائج وضغطات ومش لا فترة مش حالة عشانك أنا مش عارفة مش قادر يعالج أخطاء أنا لكن زي أبقولك أنا أعالج أخطائي في وقت صح في وقت كويس عشانك بص المباراة حنتتكلم عليها زي بتاعت بكرة أهم معناها كانت ممكن تكون مباراة عادية جدا وطبيعية جدا خادت أهمية اللي هي بكرة نهائي غصبا عننا غصبا عن الجهاز غصبا عننا أي أحد بكرة مباراة أنظار جماهير الناد الأهلي كلها ريحلة مش مباراة عادية مش الأهلي بس والمنافسين مستنين كله مستنين يطر أهلي هيعمل إيه يطر أهلي هيعمل إيه أن كل واحد رسم حاجات تصور في دماغه جميل الناد الأهلي وحبين الناد الأهلي عايزين إن شاء الله بكرة إن شاء الله يا رب يعني نعدي مباراة على خير عشان تبدأ كل حاجة تتحطر مصارة الصح جماهير أو ناس تانية عايزين الأهلي تعصر أنهوا عارفين الأهلي لو رجع إن شاء الله وزي ما حالك قلت وزي ما السيد خالد درندالي قال المباراة مصرية فكونها مؤسرة بعد كده على مباراة الأهلي الأخرى في الدورة وفي الكاس وقال إيه في الدورة لأنه كابتال خالد عارف عارف نوعية لقبت الناد الأهلي وعايش في الناد الأهلي من زمان هو عايز مكسب عشان تخش على مباراة الضعبة جدا والتوقيتات القريبة جدا وإنت حالة كويسة أنت مش محتاج بص يا هاب أنت مش تليم يعني كفاية أول اللي حصل في أفريقيا خلاص فوقان فوقت خلاص بقى لأ دي بطولة راحة تفوقك لكن ما تجيش بسلبي يا آه طبعا حاجة مش كويسة لكن ما تبقاش تأثيرها سلبي عليك مجابتنيش على جزئية هل مصر كارتلون الشكل الفني في الكورات الطولية مضطر مضطر أو أب تبقى مضطر تلعب حاجة مش بتاعتك مضطر عشان كي أقول لك هو اضطراري لكن لو مسكت من بداية الموسم أهم من ما مسك كان عنده كان في لعب وكان في جمل وكان في حتى أهداف شكل حل وقوي والأمور كان كويسة وبتحصل برضو زي بقولك بتحصل في كل الدنيا لكن زي بقولك الموضوع ما يطولش معك لأن انت ولا بتاع كرة طويلة ولا بتاع خارس انت مشى الله عندك أحصل لعيب أجود عندك في مصر كلها كلبالي أنقذ يعني بما يجيوه حاجة كتير جدا وهذا المركز كان فيه عدد من الإصابات وعدد من المشاكل لكن برضو سرعان من الناس تتكلم جي الرجل وثبت نفسه سريعا واشتغل وحط أهداف ودفع بشكل كويس كلام والحديث البط الكرة الأرضية صعبة يعني الأمور بتتغير يعني بالليلة وضحاها زي ما ما هي بتتغير على طبع النتائج وزي بقول لك مش ده مش كلام مش كلام كلام سوشيا سوشيال ميديا مش كلام هلوية خالص خالص سوشيال ميديا لا تدير لا لا نعم أيوة لا لا خالص ما تكملش الجمع الراجل جي كلوبالي مسيكاكترون ده فاكري يا هاب ده جي لعب على طول بالزبط ما تشلش خالص وأهداف أحرازها وراجل عنده فقه سرقة فيه كبيرة جدا أنا أعرفه كويس أوي والراجل أدى كويس كلوبالي مشان ما يحس كنت شايفه إزاي كويس طبعا أهام ما أسول أول يا جماعة وحش ماتش التاني هتوعد الناس كلها شايفاك مش هينفع لكن ما يفيش حد كمان يقع في النادي الأهلي عشان المدرب هو اللي جايب والمدرب هو اللي عايز ما هنفعش إنك أنت عندك في المكان ده واحد واثنين وثلاثة لو هو مش كويس هيعد مش حكاية إن أنا جايب لعيب وشريه وكده لا لكن أخطأ فطبعا أنت السكاكين طلعت ده كذا ده كذا طب ده كذا وده كذا وبطيء وشعفية طب وفهم الأول من أول ما جايب في النادي الأهلي واللعب والناس كلها بتتكلم وطلعت الأخطأ ورده ما يكون في خطأ ما هو يتعقي عليك إذا تكرر الخطأ ده ما في كلا بس بص أهاب المشكلة مش في الخطأ المشكلة الكبيرة في تكرار الخطأ بس الأخطأ كله بيخطأ لكن تكرر الخطأ وما يتعليكش ده أكبر مشكلة ممكن تقابلك تكرر وما تعليكش بخطأ في حتتين طبعا طبعا فنير وفي اللعب نفسه هنا تقول لا أبصها لحد تاني بقى حد من اللي هو عايز يلعب حد من اللي هو جاهزين لكن خطأ وبيتعالج والراجل بيستوعب كويس قوي أعتقد بالأمور طبعية جدا مبرأة مهمة جدا في الظل برضو غيابات في الظل غرابات في الجهة اليوم نأبرزها أحمد فتحي أكيد ده برضو بيحط محمد هاني كمان بره طبعا ده بيحط ضغوط بقى على الموديل الفني إنه يبدأ يشوف مين هيوظف في المكان ده لعيب زي أحمد فتحي الخبرات لعيب زي محمد هاني بسد في المنطرة تبدأ بعض أوراقك تحطها في مكان مش بتاح زي ما حصل مع كريم ميدلد في النهاء اضطر الراجل اللعب كريم مكان هاني ما فيش حد يعني إصابة هاني كمان عملت له بعض مشاكل شوية لكن يصابك كتير ومؤسرة والعيمة مؤسرة بيدي بس الحاجة اللي أنا بتقلقني يعني أحمد فتحي على عمر الصلية على جايه على معلول أربعة أخوية جدا طبعا وده كمان محمد هاني لو ما كان أحمد فتحي أو الرجل أنه هيكمل معهم كان أحمد فتحي أعتقد كتير شوية لكن في بدأة كتير جدا ودام موجود والمهم من الناس تعرف أنه بكرة في مسؤولية كبيرة جدا عليهم اللي هلعبوا بكرة إن شاء الله إذا كان هشام مع عشور اللي هيبدأ بكرة يعرفوا أن في بكرة مسؤولية مضعفة عشور برضو تقريب تمبارح كانت شاد ويريد الزملاء شوفونا يعني مداخلة من هناك أو الأمور عشان يكون معنا يا كريم أحمد شرح لنا برضو بعد الأمور لكن هو عشور ممكن يبقى بس إجهاد شوية تعرف عشور ما شاء الله يعني الله أكبر عليهم الرجل العطول بيلعب ممكن يبقى إجهاد شوية لكن عشور هيلعب بكرة إن شاء الله متأكد من كده مش هيبت على المباراة خالص وده يبقى لك البركة في الموجود بس البركة الموجود في حاجة ظهرة لازم توصل أو هي أكيد وصلت لازم نستعرى بكرة المباراة بكرة مسؤولية كبيرة جدا جدا ما ليش جاء بطول عربية لأ بكرة المباراة في حد ذاتها المباراة نفسها مسؤولية كبيرة جدا على العيدة النادي الأهلي تجاه حاجة واحدة بس جماهيرهم وتجاه ناديهم وجماهيرهم الأول إن جماهيرهم لهم حق بكرة إن شاء الله يفرحوا ينسوا الحاجات اللي حصلت في المباراة الترجل من حق لعيبة النادي الأهلي للمرة التانية بكرة وما زي ما أكده يقول لا في جماهير عظيمة ورانا من حقهم بكرة إن شاء الله يفرحوا إذا كان هنا في مصر أو في الإمارات أو في أي حد إن شاء الله بكرة جابين النادي الأهلي كلها تفرح في المحاضرة اللي كانت مبارح مستر كارترون مع اللعبة قبل بداية المران الأول كلم معهم في ثقة فيهم الكبيرة وكلم معهم في قدرتهم على تخط الوصل وده كلام حضرتك النزم الجانب النفسي يشغلين عليه بشكل كبير ويؤدي فيه بشكل كويس جدا وأكد أنه واثق في لعبته قال لهم المباراة دي أنا ما عنديش أدنى ثقة إن أنتوا تفوزوا بشكل كويس كلام جميل جدا وكلام مخنع وكلام يديك ثقة إنه بيحط ثقة في لعبته إنه بكرة ما فيه تدوش شك إنه إن شاء الله بكرة يكسبهم مباراة بهدوء بتركيز بالعبة النادي الأهلي وهو كان لازم يتكلم كده أهي ما يفعش أتكلم غير كده أنت محتاج وقت الوقت محتاج فيه كلام هادي جدا كلام يحفز اللعيبة يحفز اللعيبة يدوم صغة في نفسهم إنه في أوقات الصغة بتهرب شواء من اللعيب الحلو أنك ترجع الصغة بسرعة لعبتك مباراة بكرة اللي أنا عرفته يتعصم في تمرينة ولا حاجة بس ده مطلوب على فكرة في التوقيت ده يعني فيه توقيته برضو مطلوب مطلوب طبعا بالزبط مطلوب إنك لأ يعني حتى لو حد مشواخب بالله إحنا في موقف وحش لازم شوية فوقان شوية فده المطلوب بكرة إن شاء الله وكل الزهار بتقول إنه بكرة إن شاء الله يعني متفقلين خير إن شاء الله الزهار بتؤكد إن شاء الله وإنت شايف ومرت حاجات كتير إنت نجم كبير في الناد الأهلي ولعبت كبير أكيد عدت عليك مواقف شبيهة كل 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 وإنت لعب وإنت مدرب وإنت لعب وإنت مدرب بتخش دايما في المواقف ده دي حياتك في كورة القدم كلها مش كلها مكسب ومش كلها خسارة الحمد لله لأ فيه وفيه بس زكائك ده بقول ده معك هنا إزاي تتعامل تتعامل مع مكسب إزاي وتتعامل مع الخسارة أو الأوقات السيئة اللي بتعد عليك الوقتي إزاي هو ده الزكاء هي دي الأندية الكبيرة اللي طبعا على رأساها الناد الأهلي الحمد لله إزاي تتعامل ومش أفرح أول حاجة والفرحة تاخدك ومش يحصل لك مواقف زي اللي إحنا فيه لناس كلها وبنتكلمنا وإنت آه الظروف مش حلوة ومطلبين بكرة بحاجة تانية خالص إزاي تتعامل معها مش بعصبية ومش بشد ومش ضغطة على العيبة الزيادة أكتر من هو تبس تسكير كده أنتو الناد الأهلي أنتو الحمد لله من أحسن العيبة موجودة في مصر حتة صخة الوقت ده يا هاب مش عايز مش عايز ضغطات زيادة هي عايز صخة ترجع صختك لعيبتك تديهم بكرة أهمية مباراة بكرة أهمية مباراة بكرة ليك أنتك العيب في الناد الأهلي والجماهير هي كمستنائك إن شاء الله بنتيجها كويسة هل الهزيمة الأفرخية رغم تأثيرها السلبي هل ممكن يكون لها تأثير إيجابي في مباراة الغد آه أنك عايز تكسب وعايز تطلع من الكاب واللي أنت فيها دي أنا بقول لك أنت بص بتأثير قصران مباراة بس تخدها للحديث صح دي لك حافظ بالضبط حافظ نفسك أنك تلعب على بطولة بكرة إن شاء الله بداية بطولة تكسب بطولة عربية بقى الشكل العام متغير تماما أكيد أكيد طبعا وكيلة كابتن يعني المباراة دي هي طبعا مباراة مهمة مباراة العلومة وزجاجة ومباراة مصرية لكن لازم تبقى لعيبة هدية بزر لازم تبقى لعيبة لأنها مباراة مسهلة لأن المنافس فيل بطولة فيل مميزة جدا عنده عدد لعيبة من الموازنين فابيو ليما وكايو وديليما وثلاث لعيبة برازاليين وثلاث لعيبة برازاليين بس القلقة في الموراة أن الناس المميزين عندهم في الخط الأمام طب عزين نخش في الأحداث وانتبع الأمور من هناك ونروح للأمارات سريعا ونستقبل على التليفون زمينا كريم أحمد بسأل فولا كريم تحاية لك زميلي برحب بيك في البداية وبرحب بكل أستاذ مشاهدين تحاية لك وتحاية الكابتن علاء ميهوب كريم زكا كريم زكا كابتني حبيب علاء الزحى ديناس كريم طبعا أكيد تأرير مميزة جدا وأخبار مميزة عن بعثة النادي الأهلي في الإمارات لكن أنت في الأحداث النهاردة الأمور مشت إزاي التدريب أنت شاف الوضع عندك أنك عامل إزاي الحقيقة طبعا أكيد في البداية طبعا تبقى يتمنى للشفاة العاجل كتب محمود الخطيب طبعا نسكور تنادي ورئيس مجلس اصدارة النادي الأهلي الأكيد أنا أممكن دي رسالة من كل الجمعيين اللي بتقابلنا في الجالية المصرية وجمهور النادي الأهلي الحقيقة ممكن نوصل لرسالة لابد أن نحن نكون أمنات تحبين أن نحن طبعا نوصل لرسالة دي من خلالك لو بطمنك بشكل عام طبعا على طريق النادي الأهلي في حالة تركيز شديدة جدا ممكن نزال نقول كتن محمد ديرس في فصان بعمال المدير الكورة مع الجهاز الفني في محاضرات منطردة مع اللاعبين وممكن حديثة جماعية اللاعبين مع بعض الجهاز الفني الحقيقة ممكن حالة التركيز بيشايفينها في فندوق الإقامة الجو العام بيبقى في الأمور العادية بيشوف بعض الصورة الكرية بيحاول الجمهور أنهو بيكون مع العادة النادي الأهلي لكن رغم كده بنشوف بعض اللاعبة بتحاول أن هي مجرد أن هي خلاص التركيز بتتوجه على الأطفاليس مباشرة نظرا لها حالة التركيز الكبيرة لأن مباراة مهمة جدا بين الإعاد وكان أعلنت طبعا أهمية هذه المباراة ليس فقط أن هي ممكن تعادل الإجابي كان في القاهرة لكن الظروف والأمور المحيطة والخروج طبعا بيئة البطولة الأفريقية اللي كنا نتمنى طبعا وجمهور النادي الأهلي كان بيعمل أكيد أنها نكون في هذه البطولة لكن بنأكد كل مرة بنقول كعادة البطل وكعادة النادي الأهلي لأي صفحة طبعا فيها أي إخفاق والتركيز خلال الفترة القادمة من خلال هذه البطولة بطولة التكاث الزائد للأميرات الأفضل بقرات الأهلي والواصل الإمارات إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جديدة لفريق النادي الأهلي نحو البطولات القادمة سوى البطولة العربية أو بطولة الدول العام وأيضا كمان بطولة التكاث في مصر بشكل عام من النهاردة كان صباح اليوم من الاجتماع الفني الخاص بي المباراة لأمور الاعتادية بينما قلنا طبعا النادي الأهلي يرتدي الطاقم الأحمر بالكامل في النادي الواصل الإمارات الزائد الأصفر حارس المرمى لنادي الواصل يرتدي الزائد الأخضر النادي الأهلي حارس المرمى يرتدي الزائد الأسود الوصول كالعادة طبعا يكون قبل المباراة بساعة ونصف التريقين هيتحركوا في وقت واحد مع طاقم التحكيم لكل يكون في مواكب واحد للوصول إلى نادي الواصل الإماراتي اللي هيستقبل هذه المباراة عقب الاجتماع الفني النهاردة صباحا كان المؤتمر الصحفي الأول مستلفاترس كتيرون وحضور كابتن حسام عشور الكابتن فريقا للنادي الأهلي فيه تمام اعلامي كبير جدا من جانب الإمارات وأيضا كمان بعض الصحفيين المصريين والشجرين أو متواجدين هنا في أحد المواقع وممكن الناس حاولت الناس تفسر من مستلفاترس كتيرون على الاختار في البطولة الأفريقية كيف أرى هذا الأمر وهذا هو خايف أو مش خايف عن هدية المباراة أنها يكون بالنسبة لي وممكن نهاية المطاب وده كان سؤال طريح من أحد الصحفيين ممكن الراجل جاوب بسياسة طبعا وبستراتيجية قال لأ طبعا ممكن أنا لها الشرف أن أنا كنت ضمن هوية النادي الأهلي ضمن المجموعة اللي مميزة جدا سواء العبين أو أيضا كمان أعضاء مجلس الإدارة حسام عشور أيضا يتسأل عن الأمور الخاصة طب قبل ما أدخل على حسام عشور أكيد عدد من الأسئلة وعدد من الإجابات لكارتيرون أبرز ما قاله مستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي أستكمل معاك زميلي هاب أيضا كمان مستر فاترس قال رغم الإخطاط اللي حصل في مباراة الترجع التنسي لكن أكيد قال إن إحنا قدنا أداء خلال الفترة لفاتة أمور يمكن كانت خارج عن الإرادة من بعض الإصطبات وبعض الغيابات وأيضا كمان يمكن ذكر بعض الأمور الخاصة بمباراة الترجع التنسي من التحضير هناك أمور كده يمكن محبش الموضي يستفيد بشكل كبير أتسأل علي أحد الصحفين قال له أنت أحمد حمدي مستبعده برؤية فنية مع ميدو جابر ومؤمن الزكارية قال بصراحة أحمد حمدي لعب قد إيه في المنتخب الأولمبي قال يمكن الزميد الصحف اللي كان المتواجد قال بس هو ضمن القائمة قال لا يمكن أنا بشوف اللعيبة عندي بعض العناصر اللي شدة وعناصر مميزة عندي يريد تلمان ينثبته في مركز عشرة ناصر مهر أيضا كمان بيجيد هذا المركز أحمد حمدي يمكن أخذ أكتر من خرصة لكن هو الرجل يمكن حب ينوه أن أحمد حمدي يخذ أكتر من خرصة ولم يصل إلى المستوى المطلوب اللي بيأمله مستر فتر في تلكيرون ده كان رد على سؤال الصحف اللي ذكر أن أحمد حمدي ليه مش متواجد في قائمة النبي الآية وأيضا في هذه المباراة في جانب كمان الأسئلة الاعتباءة عن استقبال عن بيشوف المباراة مثل خضور الجماهير بالنسبة للمباراة لنتحدث زميل إيهاب يمكن 2300 فردة أو 2500 فردة أو مشابه يكونوا متواجدين في هذه أقل مباراة أوليل جدا بصلاحة يعني كان في سنة في جمهور أكتر من كتر عايز أقول لك زميل إيهاب أن يكون في قبال كبير جدا وممكن أن جماهير للنادي الأهلي بالتحدي نقول طبعا جالة المصرية لكن بالتحدي نقول جماهير النادي الأهلي بكرة يكون في عدد كبير يعني يتمنى أن يكون في سمح لجمهور النادي الأهلي يعني في أكثر من خمس ثلاث عددين أن هما ييجوا نظراً لي طبعاً أهمية في المباراة والنادي الأهلي بيكون متواجد في الأمورات أنت أعرف زميل إيهاب بيكون من كبير السكر ويكون اللي جال يا أقل مصر كريم على مستوى الفني بقى طمنا الأول على حسام عشور أتمنى على حسام عشور وما تردد بأنه أصيب من بلح بالأمس في كادمة في التدريب نهاردة ظروفه إمكانية مشاركته في المباراة الحقيقة بنتمنى طبعاً كل جمهور النادي الأهلي حسام عشور يتعرض كادمة قوية في تدريب الأمس وكان في نهاية المران كانت قادر على المران عشر دقائية خرج طريعاً مع طبيب النادي الأهلي خلد محمود لكن طبعاً يكون متواجد جاهز بدنياً وجاهز فنياً وطبياً أيضاً لهذه المران وأكد لنا إن شاء الله يكون متواجد خد مران اليوم حسام خد مران اليوم بالتحديد خد مران اليوم بالكامل من عرضة لو عايز أكلمك كمان زميل إياد عن المران بدأ بمحاضرة المستقبات الستقبتيرون اللي ممكن براكز شكل كبير فيه المحاضرات وممكن أنا كليه لقاء معاه أمس فيه التدريب الأول لنادي الأهلي ممكن نسمعنا صوت ممكن الأول مرة أسمعه من مستر كارترس كان فيه الصوت عالي شوية كان فيه بوضع كانت تحديث كبير جداً وتحديث للدعابين ده قاله كابتن علاء قال حتى لاحظ في التدريب لأينا اللي فيه حماس من مستر كارترون وفيه شدة كده شوية بالضبط بالضبط يمكن بطفط طبع معكبتن علاء معروف في الملاحظة اللي هو طبعاً مباراة لكن تدريب فيه حماس كبير جداً وده اللي من خلح سامع شور يتعرض لكادمة اللعيبة كلها فيه إصرار وحماس مباراة زي زميل إيهاد بنأكد أنها مباراة طاية في الأهمية وطاية في الصقوبة لكن عندنا ثقة كالعادة يمكن لنا ولا أن تنتهي بلعاية المدين الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقاً إن شاء الله نادي الأهلي يسعد الملايين اللي بتنتظر هذه المباراة سواء في مصر أو هنا في الإمارات النهاردة التدريب كان من جاهد بعض التكتير النهاردة يمكن حب بسرعة سنوية يكون فيه تنويه أو تنويه عن التشكيل إحنا شفنا تقسيم كده نقدر مع بعض وكانت خاص المرمى وساعد وسليف كلبالي في خط الظهر كريم ندب ناحية لبين أي من أشرة ناحية شمال سوفنا أكرم توفيق جنب حسام عشور مع محمد شريف وحمودي ووليد سليمان ومروان محسن يمكن ده اللي إحنا سوفنا لكن من الواقع ما ممكن يكون تغيير في قضية بالكدود من الشكل اللي إحنا ناحية دلوقتي تنمي اليهاد في النهاية برضو كمان كان فيه اختتام للمرم بضربات التربيح لكافة طبعا عرض مع الكابتن محمد نكون في مشاركة لكافة العادين في ركلات التربيح تغلق شلناه والنهار دا كالعادة مع علي روتي مع شريف إكرامي في حراس المرمى لكن ضمن جمهور نادي الاهلي حالة من كبيرة جدا في معسكر فريق النادي الاهلي استعدادنا لها المباراة وينقص ان شاء الله جدا كل التوفية ودعوات كل جمهور النادي الاهلي لحصول على نقاط هذه المباراة وستعود لألوضار القادمة في البطولة العربية كريم كابتن عالي عز علي كريم طبعا انت موجود في التمارين والأجواء وكده شايف جمهور النادي الاهلي فعالاتهم واتعبراتهم ايه هناك والله كابتن علاء يمكن نسوف قدام الفندق وحضور الجمهور كان امس بالنسبة للتدريب اللعيبة الجمهور ما بيقابل اللعيبة ويطالبهم بانهم ما يفرحوهم ويمكن ده اللي احنا بنسمع بولهم عايدين كتفرحونا عايدين ويحنا ما ولا يهمون اي حاجة البطرة اللي جاء ان شاء الله يكون من نصبنا جمهور النادي الاهلي واعي وعارف اهمية هذه المباراة وعارف ان المباراة مهمة جدا للنادي الاهلي وبنأكد ان شاشنعية في بطول التزايد للانجل الابطال لا المباراة يمكن الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي هتكون فرقة بشكل جديد لكن بنأكد ان جمهور النادي الاهلي منتظر النادي الاهلي ان شاء الله يحط في حق الجديد وان شاء الله يفرش شخصية النادي الاهلي وتعود شخصية النادي الاهلي منتظر كل جمهور النادي الاهلي بيكون متواجد بيحاول ان هو يكون جانب الملعب بيجو امام التندق فهي طبعا تعليمات امنية مع الحفاظ على ان يكون في حالة من الهدوء على العيش النادي الاهلي لكن ما يمنعشي أن كل طبعا واحد من جمهور النادي الآلي بحفظ أن هو يشوف اللعيبة يحفظهم يقول لهم كلام واللعيبة بصراحة كابتن علابة تقبل الكلام ده بحماس كبير جدا اللي ينعكف عليهم عشان كده أنا بنهلك الصورة بشكل عام أن احنا شايتين حالة من الحماس والجدية والتركيز والإصرار سديدة جدا في معسكر فريق النادي الآلي وبينيك يا كريم ونلجع إن شاء الله بانتصار من الأمراض يا رب شكرا كريم وانت بدتني طبعا دفعة أمل كبيرة وإحساس حي من داخل معسكر النادي الآلي في الامراض شكرا مرسلنا كريم أحمد في سالة واضحة جدا في سالة بينا جدا والحديث على كلام مستر كارترون وحتى المؤتمر الصحفي كان في عدد من الأسئلة اللي قلناها هنا انت دي المباراة قد تكون الأخيرة ليك انت في الخروج الأفريقي وراجل رد على الأسئلة وقلناها في بداية الحالة بزبطا تقريبا كل اللي التقشنا فيه هنا تقريبا بسكاترون قاله حتى كريم بيقوله لحطة العصابية اللي كان فيها في التمرين هو حس مش مشكلة تيجي وقت كده بدلي فاني بيحس لأ شدة كده مش يحصل حقا خالص لكن حتى من خلال الصور يا هاب اللي بيشوفها وكده وكلام كريم لأ في حالة بتركيز الشديد جدا 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 في معسكر النادي الآلي في الامارات الناس كلها حس بأمياتهم بورا خادت أميات جمدة جدا عشان ظروف الفئة النادي الآلي رجعوا إن شاء الله بمكسب ليهم والناديهم والجمهور إن شاء الله مركزين طبعا في المباراة بشكل كويس وفي شكل رائع وده اللي واضح حتى يعني الكلام اللي قاله كريم أحمد تركيز طمين على حسام عشور بأم حاجة يبكين انت كنت عايز طمين عليه بشكل أكبر فبتقلي برضو وجود حسام عشور يفرق مهم جدا فيه عناصر كده ما ينفعش الغيب مع الغيابات كمان الموجودة تقلق شوية ويمكن هو كريم قال إن احتماق كبير قوي كريم ندب هو اللي بقى نحة يمين بكرة هو الأقرب هو الأقرب يعني اللي حصل في التراجي هو الأقرب أكيد هلعب في المكان ده وكريم اللي عبت الصعب المكان كويس نفيش فيها مشكلة إن شاء الله بكرة والحقيقة لما نزل في مباراة التراجي قده بشكل كويس جدا لا متقولك أنت بتلعبش كريم ندب بس جيت لعبته لما نزل العملية كان كويس نا طبعا كريم اللعبة كويسة جدا كمان جدا بيتعرض لظلم شوية في رؤية الجمهرية كريم كريم بتعرض لظلم في الرؤية الفنية في الرؤية الفنية أو إزاي تستعمل كريم هل لا يتم استغلال كريم ندب بشكل فني جيد حتى الآن مش استغلال كريم إمكانياته في مكان غير اللي بيطلب يلعب منه لكن بصراحة كريم في أي مكان بيطلب يتلع منه بيلعبه بقادي لما كريم من وجهة نزل إمكانته كويسة جدا لعب كرة كويس لعب كرة عالي لكن هو المكان بتاعه أنا دايما بيلعب في نص دايما كم بيلعب في نص الملعب يعني كريم من اللعيبة اللي بيجيد في نص الملعب كويس التمريع عنده كويس قوي بيقفتحها كويس قوي بيسدد كويس بيعرف عنده رؤية كويسة فدايما كريم عايز ملعب عايز يشوف مساحة يعني كريم لما كما عافنا شيئين في المتخب الشباب أنا كنت عابه في نص الملعب لعيب نص ملعب إمكانياته إمكانياته حلوة جدا إنت بتوظف إزاي بتوظف على حسن الإمكانيات اللعيب اللي عندك بدينا اللعب اللعب هو حتى ما نزل مكان محمد هاني قال مساحات مختلفة وكل حاجة لكن هو بيعرف كورته كويسة بيعرف تحرك إزاي بيعرف مرر إزاي لكن هو عايز المكان المناسب اللعب فيه كريم وتسيوه على كده ما تغيروش أكتر المكان إلا في اضطرار زي بكرة إن شاء الله إنت مضطر تلعب كريم نحي تلمين إن شاء الله بكرة ربنا يوفاه لو نصيب ويلعب ويقدم غراك كويسة إن شاء الله لو سمعت تشكيل منك يعني تحطيني تشكيل كده ما هو ما فيش تشكيل ما فيش تشكيل ما فيش ما فيش عدة 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 عبتك الكويسة اللي إن شاء الله ما فيش ما هو غاليما الاربعة يبقى كريم وساعد وكلبالي وهيبقى أمان أشرف يبقى عشور وهشام عشور وهشام ولا عشور والأشور مصاب مصابة طويل عشان كابه أقول لك أنا فيها عناصر لك أنا لقيت أولا مبتلي إن عشور عنده كدمة يبقى مشكلة كبيرة هيبقى وليد طبعا تحت رأس الحربة هيبقى مروان لأنه أكيد وليد أزار رسا لعب مبران بارح ولسا راجع ولسا هيروح الإمارات حمودي هيلعب أكيد وهيلعب إسلام محارب ومروان ما فيش تغيير ده كتر من كده يعني تغيير الوحيدة اللي هي بتاعت كريم وإذا كان ميدو جابر أو محمد شريف يعني تغييرتك محدودة جدا أنت ما عندكش ما عندكش ما عندكش حالة كتيرة عشان كمية الإصابات اللي عندك يعني عندك أربع خمسة مصابين أساسيين فأنت بتلعب الموجود هم ده دول أنسب ناس يبدأوا إن شاء الله مباراة بكرة إن شاء الله رب العالمين هي كلها تغييرتك حاجات بسيطة جدا ميدو جابر أو محمد شريف إذا كان حمودي أو إسلام يعني كلها تغييرات دائمة لها تحت رأس الحربة التلاتة تحت رأس الحربة هي اللي فيها تغييرات مع طبعا السابات ليه وليد سليمان طبعا ده العقل أستخل في سابت لا ما فيه هم كل تغيير هتلاقي في كريم عشان محمد هاني وعحمد فاتح وحمد هاني واتلاقي حد من التلاتة تحت رأس الحربة لكن الباقي كله موجود ممكن يبدأ مرووان بكرة معاك يا وليد سلاح محسن ممكن تصلاح معا فكرة يبدأ بكرة كمان يعني ممكن يبقى البداية بكرة واحد من اثنين سلاح محسن يا مروان واحد من الاثنين فاكم لاحب حد من الأطراف ما اعرفش اللي ما افكرش فيه هلعبه لعبه كويس جدا مش عيبه مش لازم يلعب راس حربة على فترة وعنده كمان امكانيات غير كده لكن الجزء الامامي لأ عندك فيه كتير وشان كده دائما بقول لك أنا التغيير كله فيه اما راس حربة او تلاتة احت راس حربة مع طبعا السبات لواليد سلمان طول ما هو سليم لا بديل عن الفوز لأن هذا الاهل مستر كارترون هلعب بشكل هجومي مع ذلك درب لعبته على ضربات الجزاء شاف سنان المباراة لمستر كارترون يبدأوا سيح يبدأوا ضغط جدا على فريق الوصل ضغط ضغط مع الكورة مع مش الكورة اللي لازم يبقى ضغط لازم يقدر تسالة من أول مباراة من بداية المباراة من بداية المباراة أنا جاي النهار دا أكسب ما عندش حلول تاني ومع هذا الراجل عشان يعني يعمل شغله الصحة كله لها بقى ضربات جزاء كورة القادمة ما فيهاش حاجة مضمونة ممكن مفيش حد عارف حد عارف النتيجة بكرة كم نتعرفش حاجة خالص فالراجل عشان بس أقوليك أن الراجل مهتم جدا بأدق تفاصيل أهاب اتمرع ضربات الجزاء فهو عامل حساب له كل حاجة هو الراجل يدارس كل حاجة وعمل حساب له كل حاجة ويتفرج ويشوف لكن زي بقولك أنا حيات التصليح بتاخد وقت والوقت اللي مش في صالح مستكرت له مش في إيده بمعنى أصح لكن هو بيعمل كل حاجة اللي تخليه كسب بكرة المباراة وبيعمل أسوأ حاجة ممكن توصل لها دربات الحظ الترجحي يزا بيقوله لكن بداية بكرة بداية هجومية واضحة رسالة واضحة أنا جاي أكسب المباراة بكرة إن شاء الله فريق الواصل اللي عنده ثقة لأنه خارج ملعبه أدى بشكل كويس أحرز هدفين خارج بنتجة محترمة من مباراة الزهاب وعنده عدد من لعب الممائزة فريق الواصل يدخل مباراة دي بأنس النتيجة هتخش بسيناريو اللي هو تأميل ولا هندفع هجوم ولا هيبقى مدافع ولا حتى مع بداية المباراة يقول لنا برضو عندي قدرة من أن نقفل عليك شوالا وارتدب عليك ممكن ممكن تلاقي بداية غريلة جدا بكرة هو ضغط عليك أول عشر داي هو اللي ضغط عليك أول عشر داي وبعدين يرجع بص إيهاب كل مدير فني بيعمل السيناريو اللي في الآخر مباراة يبقى المكسب ليه هو يهم يهم المدير الفني فريق الواصل اللي ما يديش الإشارة أن لا أنا ألم من نادي الأهلي وهلعب مدافع لا وهحفظ على نتيجة ما أعتقدش هيعمل كده لأن الأداة اللي عامله هنا في القاهرة أداة متازن جدا كله صخة لقايبة قد وراء عالية جدا ما فيش واحد فيه موحش تحس إن الموراء دي قدت صخة كبيرة جدا لفريق الواصل وكان مدرب كان لسه يدوب ممازج جديد بياخد صخة بخذ صخة في موارعة كبيرة على نادي عظيم النادي الأهلي ونتيجة من نسبةهم ممتازة هو يخش المباراة بالدوافع دي على الجانب الآخر بيستكتروفر نادي الأهلي يخش بدوافع أنا عايز أطلع من المرحلة الصعبة اللي أنا فيها في مباراة بكرة كل واحد لي دوافع فيها أنا عايز أكمل وده أنا عايز أطلع من الأوقات السيئة اللي أنا فيها دي أنا هطلع من الأوقات السيئة devast emotion وانت بتفكر ان تخصي النادي الاهلي بطولة عربية ده وافع كتير جدا المباراة وقت ده اهمية جامدة جدا انت تحس ان ده مبارانة هائية بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة للوصل الوصل عايز يكمل ونادي الاهلي عايز يخرج من المرحلة اللي اكيد مش عاجبة ناس كتير جدا اللي النادي الاهلي فيها الوقت فابيو كايو وليما تلت لعيبة مميزة وتقال قوي اكيد مستر كارترون عامل حسابهم كده الموديل الفني للوصل هيشتغل بهم لانه يبدو ان ده الخط الاقوى في فريق الوصل ده الخط الاقوى وده الخط الاصعب بالنسبة لفريق النادي الاهلي وزي ما كنت بتكلم معك في الاول مشكلة للمميزين التلاتة في الجانب الهجومي اللي هو الغلطة ممكن تكلفك وممكن حصل هنا مباراة القاهرة لكن اللي احنا تكلم من مباراة القاهرة هنا كان فيه شيء من عدم التركيز مش مد المباراة حقها مش عشان حاجة عشان نادر لأ عشان انت كنت بتفكر في افرقيا افرقيا بيعدت يبقى الطبيعي والعادي بقى مباراة بكرة مية في المية تركيزك مباراة بكرة ما عندكش حاجة تانية فسنت ما عندكش حاجة تانية لأهاب لانك بكرة لازم هو ده الحاجة اللي يخليك تاخد تتنفس لازم بكرة تدي اشارة ان خلاص كل الامور ان شاء الله تبقى للاحسن عشان كده قامت المباراة في كده تركيز عالي قوي ويمكن كان ريمو بتكلم قالك مستكرتون ده نبيع محاضرات قبل التمرين وبعد التمرين واللي عام ركز انا سألتوا سؤال بتاع الجماهير دي عشان الاجواء هناك بره بتديك الانطباع بتاع العيبة المعسكر اخباره ايه لا واضح ان فيه تركيز مية في المية والاحلة كمان ان جماهيرك عارف الموقف انت فيه فمش ضغط عليك يعني مش عاديين صوروا معاك وعاديين يكلموا لا هم عارفين انهم مطلوب تركيز بعد الموراة يسيد ان شاء الله بمكسب الجماهير تفرح مع اللعيبة مع الجهاز مع كل الجماهير في الامارات و هين ان شاء الله كل حاجة تبقى للاحسن ان شاء الله بعد الموراة بكرة كل حاجة تبقى للافضل طبعا الفئة 2 الكتاب مفتوح ما فيش حاجة تستخدم في الموراة انت قلت ياكلاء قلت خطة قلت التلاتة الموقلقين و قلت كل حاجة كورة الخدم بقت خلاص كتاب مفتوح لكل المو trailers ما فيش دايما زي بقول لك تبدأ انت بادئ ازاي ولعبتك هتنفذ ازاي ولعبتك اخبارهم ايه في اليوم ده هو ده انت بتتمنى لكن الشغل معروف مين احسن ثلاثة ومين ومين لو سألت اي حد متابع يقول لك انا الام شعب من ليمو والام من مين والام من مين والنادي الاهلي الام من وليد والام من مروان خلاص لكن هو المستطيل اخضر التنفيذ هو التنفيذ هو الحاجة الوحيدة بتفعل في قرط القدم من الوقتي وانت محضر لعبتك ازاي ويومهم بقى هو اليوم دايما بيقول يا رب لعبت الاهلي بكرة تبقى في يومهم بس ما تكتمناش اكتر من كده دي الامنية لأي حد اهلاوي يتمنها بكرة ان لعبت النادي الاهلي بكرة يبقى في اليوم بتاعهم وان شاء الله يرجعوا كذبيني ان شاء الله عندك كلام تاني في مواتش الوصل لا كفاء انا ما قدرش يقفل معاك فضل ورسالة كتير او جيالي وانا عارف ان الملفات دلوقتي فيها اتعامل كبير من السرية لكن محتاج الجمهير حجم الطمأنينة فضل كابتن علامة ميوب لو ميجي تتكلم عن صفقات يناير والكل بيؤكد ان هناك في صفقات كبيرة والاهلي انجز خلاص في الصفقات تقولي الجمهير ايه انجز ما عنديش المعلومة عشان بس ما نتكلمش ايه كلام لكن صفقات جاية فناير لأ جاية جاية ولازم تحصل ان خلاص الناس كلها عارف النادي الاهلي محتاج صفقات ومحتاج صفقات مش طبعا ايه فاان شاء الليل أنا أعرف ان جناير worship c refused to Dartmouth طاقيم صح لكن حاجة خلصت اهب ما عندش المعلومة انتو بتوسطك في الجيهة التخليص جاه تانية آه بالضبط لكن المعلومة ان حاجة خلصت انا مش عندي لكن ولè اللي فىه اسبقات لأ وهي approached very much لكن كل ده بعد ان شاء الله كانت برجع من السلامة ويحصل الاجتماع اللي هو كل حاجة بقى تتحط في مكانات صحة إن شاء الله رب العالمين وتبقى تعمل صفقات تبقى ترتب مش ترتب البيت لأ ترتب الحاجات اه 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 شوية هدوء كده للنادل الاهلي وتبقى ترتب كل حاجة بهدوء الهدوء ده يجي بعد مرات بكرة طبعا كان فيه تقرير فن المستر الكاترون اكيد ليه طلباته اللجنة الفنية لجمت الكرة قبل ما يتم حلها كابتن محمود الخطيب والمجلس الامور واضحة فبالتالي اكيد كل الامور دي ماشى في السياق المزبوط في المرحلة بالزبط وزعب وقال لك هو بس الراجل يرجع ان شاء الله تبقى في قاعدة كبيرة جدا اكيد مع كابتن مرجع بالسلامة ان شاء الله تبقى خلاص لانك ما عندكش وقت وعايز اسلم عندكش وقت كمان وعايز نجل صفقاتك وبسرعة الناس كلها بتشتغل انت بس انت مظروفك قلقاك ومش عارف انت مش عارف تركز ومشتت نوعا ما نوعا ما عشان النتائج مش مزبوط تخلص بس يا بولك انا المباراة بتاع البكرة كيد في قاعدة عمسك لكن حالة الصمت دي حلاء مميزة اه طب اني مقاش الناس فهمة دينا راحة فين وجاية منين لحين ان يعلن النادي في وقت السكوت احسن من كلام بكتير جدا احنا في الوقت ده اسمع وشوف الناس بتتكلم تقولين بتكلم كويس وبتكلم مش كويس اسمع 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 لكن انت راسم خرطك طريقك واضح وعارفة تتحرك ازاي وتبدأ بعد كده تشتغل السكوت سكوت ايجابي احسن من الكلام الكتير من غير اي اي اجابية وفي الوقت ده زي بقولك لما تلاقي الدنيا كلها مش مزبوطة حواليك تسكت احسن حال لان ما ترد ترد على ده ورد على ده لا لا تسكت وتخلي افعالك وتخلي صفقاتك واتخلاتك فرقتك واداء فرقتك هو دايما العنوان بتاعك دايما هو ده العنوان اللي تدعي تتكلم به العنوان اللي هتقوله لجمهورك قبل ما تختم بقولهم يا رب ان شاء الله بكرا نبرك لكم يوم الأربعة الجانة وانت ان شاء الله ايهاب ويتبقى مبارك وعيسة جدا النادي الاهلي يخرج من الاوقات العصيبة اللي فيها دي ومفرحهم لانا كان نفسي بجد كان نفسي جمهور الاهلي يفرح بالمرة التسعة بلهم معلش ان شاء الله المكاسب جاية وان شاء الله دمينة تفرحوا ولكن تعرفوا ان انتو احسن حاجة في كرة القدم انتو جمهور النادي الاهلي السلام مهمة جدا لجمهير النادي الاهلي كابتن علاء بشكرك على وجودك معنا نهاردة شكرا على امل باللقاء ان شاء الله في الحلقة شكرا يا رب شكرا يا كابتن شكرا يا رب دي كانت أولى فقراتنا الحوارية نهاردة في الاهلي الليلة لكن هنتلع فاصل عشان تكون معنا فقرة حوارية وميازة جدا الكابتن حسن مقيم حارس مرمى نادي الوصل والمنتخب الإماراتي بعد الفصل